اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة زبدة حيوانية جيدة أصفر البيض وقرعة المظهر لتجمع العجين لا ملت شيئا نتحن لوز وزنجلان ونضيف لهم الزيت ونضيف لهم حتى تحكم جيدا ونضيف لهم هنا مع الخالط سوف نخلط النافع مع القرفة الزعفرة الحر سوف نضيفه حتى يتخلط ما سخنته حتى يطلق النسم ليس مشكلة جبيني لأنه لا يوجد الزعفرة الحر سوف نضيفه هذا اللوز لقد أضفت زبدة ونضيفه جنجلان واللوز سوف نخلطهم جيدا ونضيف الزبدة ونضيفه هذا الدقيق سوف نضيف الخميرة بكية الخميرة والذي لديه ونضيف الخميرة والذي لديه ونضيفه هذا الخليط سوف نضيفه ونضيفه على النافع ونضيفه 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 في الجنج ونضيفه ونضيفه الاجنات ونضيفه ونضيفة ونضيفه البيض مع الخل ونضيفه كيف كانوا يدرون الناس الزمان الله يرحمه ومسع اليوم دقيقة القبوة يا ربي سوف نصب خلط كالب شو كدير ما شاء الله ايه ملو صاف ولكن الريحة ما نصفش كمحة بالرائحة مع اللوز مع سوف نبسس العجين ونجعلها ترتاح واحد شوية المسكة التي نسيت لكم اضحنتها مع شوية الملحة وهي التي اضفت وحدنا احبتها للمسكة تضيفك الطابق التقليدي الشبكية ايام زمان الزمن الجميل هذه المسألة مهمة جدا تبسس الزنجلال مع اللوز لكي يتشربوا دقيقة وتأتي شبكية من السموزين كل شيء نعطيها شوية للخاطر اضفت واحد هانت ومشحات ديال الزعفران ماشي ليت الطعم اللوز وجنجلان غير علاق باللون على حل المولوين انا ما كعجبني شوية الخنيشة هذا بعد شوية ماشي بحال ومنا اكل شي بحال بحال غير اضفتوا غير علاق باللون وصافي هذا هو اللي كي بعد ما بسسنا العجين كامل غادي نضيف دبا انا رح فعل هنا الوسط غادي نضيف أسخار لبايد جونج أسخار لبايد غادي نضيف الخن غادي نضيف مصغر ثم غادي نضيف بعد ما اضيفه هذه الزعفة غادي نضيفي غادي نضيفي خل search غادي نضيفي مختصة غادي نضيفي غادي نضيفي مختصة غادي غادي نضيفي لنجمع العناصر ونرجع معكم بحول الله هذه هي مجموعة للأجينة لا تحتاج الى أجينة لا تحتاج الى أرطبة نجمع الأجينة ونضعها 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 من المسكين ونضعها 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 سوف نطلقهم نلويها من اللوية المثمنة والمثمنة اللي كان ديره والمثمنة اللي كان ديره نصدق لها قبل لا تنشوف لها لا يخص البرد سوف نخريس معكم باندر سوف نانفع البرد موسيقى البرد موسيقى موسيقى بالنسبة لي الله كيتعلم يدير بانطا بشي بانطا يصيبها اولى محطرة يصيبها بانطا سبعة اولى ثمانية 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 يجبها بانطا سبعة اولى ثمانية نحن نضيف لدينا 5 قطعات الول ثالث وهناك وخامسة وهناك وخامسة نحصل على هذا الشكل المهم لأجباة هذه السلطة يديرها لأجباة هذه يديرها نكمل ونرجع معكم إن شاء الله نضيف الحرارة نضيف الحرارة نضيف الحرارة اننا نضيف الحرارات البحرة سوف نضيف الحرارة وضيف حرارة نرمي هذه الجويجة في الأسل نرى اللون سيأتي ونزيدها في الطياب ونجعلها فدد هذا اللون الذي أعجبني سنجعلها هذه هي تجربة لا تقوم بأسل سنجعلها سنقص على البطر ونجعلها سوف تتخطف لكم ونجعلها نحن نحن ندور بها ولكن لا تقوم بشدة فرصة لا تقوم بها سوف نحن نحن سوف نخلقها سوف نضيفها سوف نضيفها سوف نضيفها سوف تسمع كما تستطيع بسم الله سوف يكزرب سوف تقديم اللاه يرحم خالتي الحجة من نحن والأسل والآخر تقوم بأسل وأخذي السابق ده والإبداعي والخارثة لطيفة والحجة لطيفة والله يرحمه ويوليه برحمة الله والله يرحمه ويرحمه جميع موتانا وموسن المسلمين والذي يترحمه والله يجازيكم بخير تحية من هذا المنبر لأئلة السبائية بسهلة والله يعطيها جنة يا ربي الله يرزقها جنة يا ربي أنا عملتها في هذه السفاية سوف نزينها من الأسل تقريبا ساعتين وموسين في الأسل سوف نزينهم سوف نزينهم السلام عليكم السليم الشفاكية سوف نستفع معكم هنا في الطبيصل الطبيصل من الحاس كنت أتمنى نقدم عليكم في تفصيل من ذهب إن شاء الله سهله أنتم معا الشفاكية أنا أمزع زنجلان موسيقى انا غنزين غير بزنج لانولي بغايدر الشي بغايدر اللوز او اللوز اي فيلي يستعمل مشي مشكي هانتو مكيجات هانتو ماشوف الاسل ضخم ومجعبا مبغيش نبقى نفرتش فيها الله يسمح لي وركنوخا غاديتكال هانتو رائعة 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 هانتو الفيديو ديالنا وصل نهاية ديالو هو ما تنسونيش من دعوة الخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة